موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة الصف الثاني العشر الأدبي والشرعي نواصل تقديم دروس الرياضيات والوحدة الثالثة والدرس رقم الثنين وهو المعادلات اللغرتمية بعد الانتهاء من عرض هذا الدرس يتوقع منك عزيز الطالب أن تذكر قوانين اللغرتم وتوظف هذه القوانين في حل معادلات اللغرتمية كما في الأسس خلينا نذكر كمان قوانين اللغرتم قوانين اللغرتمات إذا كان ألف وسين أصاد كلها بعداد أكبر من صفر وألف لا تساوي الواحد فإنه واحد لغرتم الألف للأساس واحد دائما صفر يعني لغرتم الاثنين للأساس واحد بتساوي صفر لغرتم الثلاث للأساس واحد دائما صفر لأنه دائما سبق واخذنا أنه دائما اثنين قوة صفر بتساوي واحد ثلاث قوة صفر بتساوي واحد اثنين لغرتم أي عدد للأساس نفسه دائما واحد لغرتم الخمسي للأساس خمسي دائما واحد لغريتم العشرة للأساس عشرة يساوي واحد لغريتم ها للأساس ها يساوي واحد وهنا لغريتم الها للأساس واحد دايما طبعا الصفر ثلاث لغريتم ألف قوة لغريتم سين للأساس ألف يساوي جيم طبعا كيف نحول لغريتم لأسس بتكافئ ألف قوة جيم بتساوي سين وهذا بسهل علينا عملية حل معادلات تروقيتمية نحولها لمعادلات إيش؟ إلى أسية وخذنا حل المعادلات الأسية إذن تسهل عملية حل معادلات اللغريتم إذن عندنا لو عندنا لو الثمانية للأساس الثنين تساوي ثلاث يعني أنه ثنين قوة ثلاث تساوي الثمانية من اللغريتم إلى أسس أربعة هذه القوانين مهمة الثلاثة هذول سهل علينا كثير في الحل لغريتم سين درب صاد للأساس ألف سوى لغريتم سين للأساس ألف زائد لغريتم صاد للأساس ألف إذن في حالة ما يكون عندنا حاصل درب نقدرين عددين للغريتم وبدنا نجزئ اللغريتم بساوي لغريتم الأول للأساس ألف زائد لغريتم الثاني للأساس ألف ألف لغريتم ثمانيه ضرب تنين وثلاثين للأساس الثنين يساوي قبلنا نجزئ القيمة على طول الأساس ثمانيه لغريتم لغريتم الثمانيه لأساس ثنين زائد لغريتم الثنين وثلاثين للأساس ثنين يساوي الجواب حسب القانون ثلاثي زائد خمسي ويساوي الجواب ثمانيه إذن هذا القانون سهل علي إيجاد قيمة اللغريتم في حالة القسمي لغريتم سين على صاد للأساس ألف يساوي لغريتم سين للأساس ألف ناقص لغريتم صاد للأساس ألف يعني كمان لغريتمي المية وخمسة وعشرين على خمسة وعشرين للأساس خمسي ممكن نساوي مية وخمسة وعشرين حسب القانون والقانون الأخير لغريتم سين قوة نون للأساس ألف نقدر النون نطلحها بره اللغريتم نون له سين للأساس ألف طبعا دائما سين أكبر من الصفر إذن في حالة المرفوع قوة ممكن أن القوة هذه نطلحها بره اللغريتم فبسهل علينا عملية إيجاد اللغريتم خلينا نروح لعنوان درسنا ونأخذ أمثل على حل معادلات اللغريتمية مثال رقم واحد أحل المعادلة اللغريتمية التالية عنا معادلة اللغريتمية وكمان مر قلنا كيف نحل المعادلة نحويلها لا إيش إلى أسس إذن ثلاث قوة أربعة حسب التغيير ثلاث قوة أربعة تساوي سين إذن سين تساوي ثلاث في ثلاث في ثلاث في ثلاث ويساوي الجواب واحد وثمانين إذن سين تساوي واحد وثمانين مثال رقم 2 معادلة كمان لقرة 100 نفس الطريقة حولها الأسس ثلاثي قوة سين تساوي 81 مرت معانا قبل شوي في معادلات في دروس سابقة ثلاثي قوة سين تساوي ثلاثي قوة أربعة ومدام الأساسات بتساوي إذن الأسس سين بتساوي أربعة إذن نحول كل معادلة اللقراتيم إلى أسس وبعضيها بنحلها بطريقة حل المعادلات الأسسية نروح على المثال رقم ثلاث اللقراتيم خمس سين ناقص أربعة ثلاثي أساس اثنين بساوي أربعة نفس الحاجة اثنين قوة أربعة نحولها الأسسين قوة أربعة بساوي خمس سين ناقص أربعة على طول اثنين قوة أربعة اثنين في اثنين أربعة في اثنين ثمانية في اثنين ستعش تساوي خمس سين ناقص أربعة زائد أربعة زائد أربعة إذن خمس سين تساوي عشرين على خمسي على خمسي إذن سين بتساوي أربعة إذن حل هذه المعادلة سين تساوي أربعة مثال رقم أربعة أحل المعادلة بساوي هاي المعادلة لقريتم 343 لأساس 7 بساوي اثنين سين ناقص واحد إذن 7 قوة اثنين سين ناقص واحد ساوي الجواب 343 وأربعين نشوف سبعة درب سبعة تسعة وأربعين تسعة وأربعين درب سبعة سبعة في تسعة بثلاثة وستين سبعة في أربعة ثمانية وعشرين أربعة وثلاثين إذن 343 إذن سبعة ثنتين ثلاث إذن سبعة قوة اثنين سين ناقص واحد ساوي سبعة قوة ثلاث ننسي ناقص واحد تساوي ثلاث زائد واحد زائد واحد إذن ثنين سين تساوي أربعة إذن ثنين على ثنين إذن سين بتساوي ثنين حل المعادلة اللغرثمين نروح على مثال رقم خمسي معادلة نفس الإشي نفس الطريقة ثلاثي قوة ثلاث تساوي ست ناقص سين ثلاث قوة ثلاث سبعة وعشرين ساوي ست ناقص سين سين لقناها على الجهة ثاني ست ناقص سبعة وعشرين على هاي الجهة إذن سين تساوي ناقص واحد وعشرين مثال ست أحل المعادلة بسمي كمان نفس الحاجة خمسي قوة صفر أجلت عني خمسي قوة صفر ساوي سين تربية زائد ثلاث سين ناقص ثلاث خمسي قوة صفر واحد ساوي سين تربيع زائد ثلاثي سين ناقص ثلاث معادلة تربيعية قليلا بساوي صفر. اذا سين تربيع زائد ثلاثة سين ناقص ثلاث. وننقل الواحد الناقص واحد بساوي الجواب صفر. اذا سين تربيع زائد ثلاثة سين ناقص اربعة بساوي صفر. حل البعادة التربيعي. نفتح. سين سين زائد ناقص. اشارة ناقص. لاحظ. الاربعة نحطها للاشارة الوسط الاكبر في واحد. اذا اما سين تساوي ناقص اربعة او سين تساوي واحد. طبعا لما نعوذ الناقص اربعة لازم دائما يكون اللوغريتم موجب. نعوذ الواحد واحد تربيع واحد زائد ثلاثة اربعة ناقص ثلاثة واحد. نعوذ الناقص اربعة ناقص اربعة. ستعاش. ستعاش ناقص اتناعش. اربعة ناقص ثلاثة تساوي واحد. اذا الحلول. ومجبوعة الحل هي الناقص اربعة والواحد لهذه المعادلة اللوغريتمية. مثال طلع مثال رقم سبعة عشرة قوة اثنين سين زائد كلهم بنفس النمر. قوة اربعة بساوي عشرة قوة ستة. هاي مباشرة. مدام الاساسات متساوية. اثنين سين زائد اربعة بساوي ستة. ناقص اربعة ناقص اربعة. اثنين سين تساوي اثنين. اثنين متساوي. ثالرقم ثمانية نفس الثلاث قوة صفر يساوي سين تربيع ناقص ثلاث. ثلاث قوة صفر واحد ساوي سين تربيع ناقص ثلاث. اذا سين تربيع ناقص ثلاث ناقص واحد بساوي صفر. منها سين تربيع بتساوي اربعة. اذا سين تساوي زائد ناقص جذر الاربعة ويساوي زائد ناقص الاثنين. وبما انه الاثنين كمان عندنا مربع اذا اثنين تربيع اربعة ونقص اثنين تربيع اربعة. اذا مجموعة الحل هي زائد اثنين وناقص اثنين. لاحظ كمان في المثال هذا كله عبارة لما يكون عندنا كمان عبارة اربعية راح بيطلع عندنا جوابين. بس نتأكد انه دايما الجواب اكبر من الصفر. مثال جديد بنوعية جديدة. احل المعادلة المثمين الاتية ثلاثة. لو سين ناقص واحد. لأساس ثلاث ناقص لو. ثنين سين ناقص خمسة لأساس ثلاث ساوي واحد. هانا مستخدم قانون. لانه هانا منقدرش احنا نحول كل قرتم الى اسس. لازم الاثنين نحطه في لقراتهم. معدين نحولها. بس شوفين الاشارة هان. طلع شو الاشارة هان ناقص اذا هني اسمي. لو سين ناقص واحد على اثنين سين ناقص خمسة للأساس ثلاث يساوي الجواب واحد. هلا لقراتهم واحد. اذا سين ناقص واحد على اثنين سين ناقص خمسة يساوي ثلاث قوة واحد. ويساوي الثلاث. وثلاث على واحد نضرب ضرب تبادلي. سين ناقص واحد بساوي ثلاث في اثنين سين ناقص خمس. سين ناقص واحد بساوي ستي سين ناقص خمسة سين ناقص سين ناقص سين يساوي ناقص خمسة سين. يساوي ناقص اربعة عشر. اذا عندنا سين ناقص واحد. عندنا اثنين سين ناقص ناقص خمسة عشر وجهها زائد واحد، اذا ناقص خمسة سين على ناقص اربعة عشر. ناقص خمسة على ناقص خمسة. اذا سين تساوي اربعة عشر على خمسة. لما تحط كمان انت كمان مرة لما تحط أرباطعشة خمسة ناقص واحد موجب ولما كمان تضربه في ناقص خمسة بعطينا الجواب موجب فهذا مجموعة الحل إذن مجموعة الحل هي عبارة عن سين الساوي أرباطعش على خمس عندنا آخر مثال لو سين زائد لو سين ناقص واحد ساوي اثنين اثنين حسب قانون إذن هنا عندنا جمع إذن لو سين مجموعة زائد إذن نضرب سين في سين ناقص واحد للأساس في اثنين بساوي واحد إذن سين في سين ناقص واحد بساوي اثنين قوة واحد ويساوي اثنين نضرب سين تربيع ناقص سين والاثنين على الجهة ناقص دين بساوي الصفر نفتح قوسين سين ناقص اثنين في سين زائد واحد إذن إما سين بتساوي اثنين أو سين بتساوي ناقص واحد راحض الناقص واحد بتخلي هذه سالبي إذن هذا الجواب ماله مرفوض عندنا الاثنين واثنين نقص واحد واحد إذن مجموعة الحل بس سين في الساوي اثنين ليش أهمنا نقص واحد؟ لأنه هنا سين أجد نقص واحد واللغرثم لا يحتمل السالب لأنه دائما سين أكبر من الصفة في نهاية عرض هذا الدرس أتمنى عليكم أن تقوموا بحل هذه المهمة التعليمية للتأكد من فهمك لحل معادلة المعادلة اللغرثمية ما مجموعة حل المعادلة اللغرثمية ما مجموعة حل هذه المعادلة اللغرثمية وإلى اللقاء بكم في دروس أخرى السلام عليكم ومع السلام اشتركوا في القناة